المسافة التي تفصل بين خيمتي إلى النصلة المدرسة هي ثلاثة كيلو متر المسافة التي تفصل بين خيمتي إلى النصلة المدرسة هي ثلاثة كيلو متر أقوم وأسعى جاهداً لتأمين مثلاً واسطة نقل هؤلاء الطلاب لنقلهم إلى المدرسة وأيضاً المجيبهم من المدرسة إلى هنا لصعوبة الطريق ومشقة الطريق على هؤلاء الأطفال الصغار يرافقني من المخيم إلى المدرسة قرابة 25 طالباً ما بين الصفوف الموزعين من الصف الأول حتى الصف السادس وهذا واقعنا مسيراً ذهاب إلى المدرسة مسيراً على الأقدام والمجيء نفس الأمر الوضع في الشتاء سيء جداً يعني هنا في الجو القارس وخاصة الصبير أو التلج أو الرياح أو العواصف يعني أغلبية الطلاب لا يذهبون إلى المدرسة بسبب هذا الجو بسبب خطورة الطريق عندما تسير والدنيا خاصة تكون ضباب يعني لا تعرف أين تسير وكيف ستضمن حياة الطلاب حلمي الأول أني أرجع لبلدي بسلام وبأمان ونحسن يعني نؤمن مستقبل هؤلاء الأطفال أيضاً ما يضيع حقهم في التعليم اسمي عائشة الحسين عمري 13 سنة من قرية مريف حلب الجنوبة قرية رسم الصهريج بروحي الرحلة اليومية على المدرسة مشان أتعلم وبطمح لمستقبل قدام وعندي هدف أحققه سبتاً أحسنت يا هديد اللحل أنت يروح ألمك أشعر اللحل وإيش كمال مجرد اللحل يتروح الحمراء والأسماء ترنهار اللي بيصير ضباب ومطار ما منخضر الروح ما يعني منخاف من البرد وهيك لأن المسافة كتير طويلة نعم السندق الحمراء والجميع لفوراء نعم السندق الحمراء والجميع لفوراء نتمنى أنه يكون المدرسة أقرب ويكوننا ساكنين ببيوت والمدرسة هيك أنه يكون معما راحتنا أقرب علينا شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة